متعارف عندنا في الدول العربية ان احنا ما ينفحش ان احنا نحقق ربح من فيديوهات الفيسبوك لكن دلوقتي تقدر ان انت تحقق ربح من فيديوهات الفيسبوك وشروط الفيسبوك او شروط القبول في ان انت تحقق ربح من صفحتك على الفيسبوك اسهل بكتير من قناة اليوتيوب يعني قناة اليوتيوب لازم تحقق الف ومشترك ويه اربح تلاف ساعة مشاهدة لكن الفيسبوك اسهل واسرع انتشارا وتقدر ان انت بسهولة تحقق الربح من الفيديوهات يلا بنا نبدأ ونوضح الأمر دي كلها بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكل متابعين قناة العلم والتكنولوجيا على اليوتيوب أنا معكم المهندس اسمه إني سليمان كان قبل كده يا جماعة مفيش حاجة اسمها أن احنا نحقق ربح من الفيسبوك كنا منستخدم منصة الفيسبوك فقط لأن احنا يعني كطرفيه وأن نكتب بوستات وأن احنا نعمل شير وأن احنا نعمل تعليقات وأشياء زي كده لكن دلوقتي الفيسبوك دلوقتي فعلت الربح في الدول العربية دول كتير جدا تم تفعيل الربح من الفيسبوك فيها زي مصر والمغرب والمملكة العربية السعودية والدول كتير والموضوع ده هيشمل كل الدول العربية لكن خطوة خطوة بنتكلم النهاردة في الفيديو ده زي ان احنا نحقق شروط الفيسبوك زي ما كنا بنتكلم عن تحقيق الشروط في اليوتيوب كل الناس كتب بتقول ان احنا علشان نحقق ربح من الفيديوهات يعني يوتيوب لكن دلوقتي الفيسبوك والفيسبوك على الفكرة اسهل اسهل في ان انت تتعامل معالى ان احنا خاصة عندنا مثلا في دولة زي مصر الانتشار والناس بتفتح كتير جدا يعني تقريبا معظم اوقاتها بتفتح الفيسبوك اكتر منها تفتح اليوتيوب فالفيديوهات الفيسبوك هتكون اسهل بكتير والشروط المطلوبة لتحقيق الربح اسهل بكتير من اليوتيوب الشروط المطلوبة لتحقيق الربح من الفيسبوك يكون عندك صفحة عليها عشر تلاف متابع واحد ممكن يقولك طب عشر تلاف متابع ده اجيبهم ازاي فيه ناس عندها صفحات عندها خمسين الف متابع وممكن ما تعرفش على واحد منهم اصلا يعني الموضوع سهل جدا بحتة اعلان ممول صغير على الفيسبوك صفحيتك في خلال شهر واحد ممكن تجيب لك عشرين تلاتين الف متابع الموضوع سهل جدا بالنسبة للفيسبوك تمام كده وفيه ناس مش معروفة خالص وبتعمل صفحات وبص الاقي فجأة عنده بالخمسين الف متابع باعلانات ممولة واشياء زي كده فالموضوع سهل جدا اسهل واسرع من اليوتيوب اليوتيوب عشان تحقق الف مشترك على اليوتيوب وتحقق اربح تلاف ساعة الموضوع بياخد معاك فترة كبيرة خاصة ان انت محدش عارفك كنت لسا ممتدئ على اليوتيوب بالنسبة للفيسبوك احنا عندنا خاصة في الدول العربية احنا بنهتم جدا بالفيسبوك يعني احنا كل واحد تقريبا عدد افراد الشعب المصري كل واحد معاها اكاونت على الفيسبوك وفي ناس كتيرة جدا معاها بيتج على الفيسبوك فانت الشروط المطلوبة لتحقيق الربح من الفيسبوك يجب ان تمتلك صفحة انت يجب ان تمتلك صفحة فيسبوك كعمة وليس حساب شخصي يبقى لازم يكون عندك صفحة عامة اللي هو بيتج يعني يكون عليها عشر تلاف متابع يبقى يجب ان يكون عندك كام عشر تلاف متابع على صفحتك والموضوع ده قلنا سهل جدا جدا يجب تحقيق تلاتين الف مشاهدة على الاقل تلاتين الف مشاهدة على الاقل لمدة دقيقة لمقاء واحدة لاتباقاتها على الفيديو والتي لا تقل لمدتها عن ثلاث دقائق خلال اخر ستين يوما زي ما كنا بنتكلم كده في اليوتيوب بنتكلم دلوقتي على الشروط التي تؤهلك او تؤهل صفحتك في ان الاعلانات تنزل عليها على الفيديوهات اللي عندك على البيتج دهيت يبقى انت لازم يكون عندك تلاتين الف مشاهدة تلاتين الف مشاهدة على الاقل لمدة دقيقة واحدة يعني مشاهدات الفيديوهات لمدة دقيقة واحدة يكون عندك تلاتين الف مشاهدة تمام كده لمقاطع الفيديو والفيديوهات ده هي تكون مدتها متقلش عن ثلاث دقائق اللي هو هيتم المشاهدة منها دقيقة واحدة يكون مدتها متقلش عن ثلاث دقائق في اخر ستين يوم في اخر شهرين زي بالضبط فيسبوك اليوتيوب كده لما كنا بنقول ان انت مطلوب منك الف مشترك واربح تلاف ساعة في اخر اتناشر شهر تخيلوا في اخر اتناشر شهر وكان الموضوع صعب جدا يعني الموضوع صعب تحقيقه والناس كانت بتروح تلجأ لطرق غير شرعية وتشتري وتشتري مشتركين وتشتري مشاهدات وساعات مشاهدة وحاجات زي كده علشان تحقق الشروط بتاعت اليوتيوب علشان الاعلانات تنزل عندها وتفعل قناتها وتبدأ تربح من اليوتيوب طبعا الحاجات اللي احنا عارفينها اللي احنا متعرف عليها زي اليوتيوب وزي اي منصة تانية ان انت عمرك لا يقل عن تمنتاشر سنة طبعا لو انت ما عندكش تمنتاشر سنة ممكن تعمل مثلا باسم حد تاني او حاجة زي كده يجب ان لا يقل عمرك عن تمنتاشر عاما وطبعا الحاجة برضو ان احنا عارفينها ان فيديوهاتك تكون حصرية ما ينفعش انك تجيب فيديوهات تكون موجودة وتنشرها على صفحتك وتقول خلاص كده ايه الموضوع بالنسبة لحق الربح طبعا الموضوع ده جيه بفايدة اه كويسة جدا بالنسبة لاي حد عنده صفحة بدل من انت كنتم استخدمها كبس كأنترتين منت او كطرفيه تقدر دلوقتي ان انت تستخدمها انك تنشر فيديوهات وان انت تبدأ ان انت تربح من الصفحة ده هيت طيب انت دلوقتي تبدأ ان انت لو عندك اكاونت خلاص ابدأ اعمل صفحة لو انت عندك قناة على اليوتيوب ابدأ اعمل صفحة بنفس اسم القناة وابدأ انشر عليها فيديوهات الفيديو يكون مدته على الاقل لتلات دقايق تمام كده وان ان انت تحاول ان انت تجيب عشر تلاف مش متابع لك على الفيسبوك وان ان انت تحاول ان انت تجيب تلاتين الف مشاهدة للمقاطع الفيديو تمام كده اللي هي مدتها لا تقلع عن ثلاث دقائق لمدة دقيقة وحيدة المشاهدة المشاهدة ما تقلش عن طريقة واحدة عشان تحسب ليك مشاهدة وان انت تحسب وتكمل لتلاتين الف مشاهدة ضمت في اخر ستين يوم في عندنا يا جماعة في طريقة كويسة جدا هنبدأ نشرحها ان شاء الله في الايام القادمة ازاي ان انت تحول كل الناس اللي هم الاصدقائك اللي هم المتابعين لك على الاكاونت العادي اللي هو الحساب العادي على الفيسبوك ازاي ان انت تحولهم كلهم كده مرة واحدة بدون هما ما يعرفوا اصلا لبيج الصفحة يعني اخطهم كده كلهم بكيج كده على بعضهم كده وحطهم في صفحة وابدأ ان انا اكمل عليهم العدد المطلوب بالنسبالي اللي هم العاشر تلاف متابع في ناس عندهم خمس سلاف مشترك اه او خمس تلاف متابعs ليهم على الفيسبوك وعلى الاكاونت انا قدر اخطهم بقى بطريقة كده معينة هعرفلكم ان شاء الله في الفيديوهات القادمة ازاي ان انا خطهم كلهم كده اه كاملين كده مع بعض وحطوهم في صفحة وحطوهم في صفحة ويبقى دي صفحة يعني هما دخلوا مغير ما يعرفوا يبقى انت عندك كده استفدت بالخمس سلاف متابع دمت حطوطهم في صفحة وتبدأ تكمل عليهم العدد المطلوب لك كل الروابط اللي احنا هنحتاجها في الفيديو ده ازاي ان انت تختبر صفحتك صفحة الفيسبوك هل مؤهلة لتحقيق الربح ولا لأ ولو انت بقيت مؤهل تبدأ ان انت تختبر بيها بالروابط ده والشروط والبلدان اللي هي تم تفعيل تحقيق الربح فيها كل ده هيكون موجود في وصف الفيديو لو انت اول مرة تزور قناة العلم والتكنولوجيا اشترك في القناة وفعل جرس على الكل عشان نسيليك فيديوهاتنا لو انت متابع لينا اضغط لو انت عجبك الفيديو وان شاء الله انتظر مننا فيديوهات قادمة ان شاء الله لموضوع تحقيق الربح من الفيسبوك مع الفيديوهات اللي احنا بنرفعها لتحقيق الربح من اليوتيوب وازاي ان احنا ننتشر بسرعة وازاي ان احنا نحقق او نحقق الربح كويس من منصة الفيسبوك اللي انا دي منصة قوية جدا اقوى كمان من اليوتيوب اشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته